طب لو انا خدت بقى مثالة على discrete time system find the impulse response and the output for x of n بتسوي u of n of a moving average filter where the input x of n and the output is y of n وكي y of n given بالشكل ده ده الموفيج average filter لو انا بصيت على الشكل ده كده هلاقي ان انا ممكن احطه بقى بشكل convolution integral بتاعي وكي ولاقي ان عندي ان x of n مضروبة في تلت وx of n minus 1 مضروبة في تلت برضو وx of n minus 2 مضروبة في تلت برضو يبقى معنا كده h of n بتاعت يعباره عن تلت delta of n زاد برضو تلت delta of n minus 1 طبعا تلت منتخده بره عن المشترك فيعني هنا مجموعة زاد بعضيها كده زاد delta of n minus 2 لان احنا لو احنا فاكرين كان عندنا y of n بتساوي summation بتاع h of k في x of n minus k فواضح ان هنا n minus 0 n minus 1 n minus 2 فمعنى كده الحاجة المضروبة في دي هي عباره عن h of 0 الحاجة المضروبة في دي هي h of 1 الحاجة المضروبة في دي هي h of 2 لو حبيت احسب الاوبوت بتاعي بقى بكل بساطة انا عارف ان x of n بتاعتي بتساوي u of n يعني هي بتساوي 0 لما n اقل من 0 فمعنى كده هبتدي هنا احسب لو انا تريد احسب هنا عند y of 0 يعني n بتساوي 0 هيبقى tilt x of 0 زاد x of n minus 1 زاد x of n minus 2 جس بقى اول هنا n بتساوي 0 فيبقى دي 0 كمان يبقى نقص 1 احط هنا 0 يبقى دي نقص 2 x of n minus 1 و x of n minus 2 يبقى معنى كده عندي تلت في واحد يبقى ايه يبقى بساوي تلت عند y of 1 هيبقى عندي x of 1 لها قيمة بتساوي واحد و x of 0 لها قيمة بتساوي واحد و x of n minus 1 برضو still هتساوي 0 فاطلع لي هنا تلتين x of 2 نفس الكلام يعني هنا لو انا عايز احل ال difference equation دي بكل بساطة بابتدي عند القيمة اللي انا عاوزها هو ابتدي عاوض بعد كده في الإكواجن بدلالة ال input بتاعي بساوي كام عشان نحسب ال output بتاعي بساوي كام